مرحب بحضراتكم الجديد النهاردة تفرجنا على ثلاث ماتشات وفي ماتش الرابع سيبتدي كمان شوية فارحب الأول بصديق العزيز أحمد نجيب برحب بك أخبارك كل حاجة عندك أخبار كاس العالم على حسك جميل مبسوط لحد اللوقتي زريف الكرة مش عالية قوي مش كتير التفاصيل قليلة بس دي طبيعة المنتخبات مش تلاقي اختراعات في الكرة ولكن كله بيكافح أضع في حلقة ايه التحكيم لا ماتش واحد يمكن أو ماتشين اللي في جدل يعني ماتش بتاع سيكازوي بتاع بلجيكا وكندا يعني في ضربة جزاء كريستان رونالدو مبارح في ضربة جزاء قطر النهاردة يعني يمكن أنا مش فتاش ضربة جزاء ولا دي ضربة جزاء ولا دي ضربة جزاء إنما في ناس طالما اختلفنا طالما اختلفنا ماشي الحال يعني مفيش مشاكل يعني في النهاية بشر الموضوع انه لو بقى اوتوميت تزياد عن اللزوم احنا يبقى عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة بس فاوكي يعني اجمالها للبطولة كويسة وظريفة لا بطولة حلوة الحد بلقتي يعني فيها مشاهدة حلوة كمان احنا نبتدي كده مع بعض النهاردة لقاء الاول عمل جدل كبير جداً على السوش الميديا لقاء ايران وويلز كيروش كان البطل زي ما كان الضحية في لقاء انجلترا والناس قطعته وده مروش فيها وكواس انه ماشي من عندنا وحاجات كده نفس الناس دي تقريباً رجعت النهاردة كيروش يصنع الحدث الحقيقة يعني بص احنا لو عاديين نهاردة بالناقش هو كيروش مدرب كويس ولا وحش ماينفعش أصلا ماينفعش ماينفعش دي قصة منتعك مش احنا هنيجي النهاردة عشان تسف تاريخه ده كله علشان نتيجة مطش ولا عشان ماينفعش ماينفعش ان انا يعني دي مش النقطة الجدر احنا اختلفوا نتفق بقى الكورة اللي الراجل ده بيلعبها او الديتت تنفع هي الاختيار الافضل ميشيل الاختيار الافضل بس كيروش يعني ما تحكش علينا ولا حاجة الراجل ده لما احنا عارفينه وطول عمر بيلعب بالطريقة دي حالو مع منتخب ايران كان بيلعب كده مع كولومبيا بيلعب كده مع البرتغال بيلعب كده مع اي فريق موسكو بيلعب كده بس ما خاني اسألك فقط في الجزء دي دي جملة مهمة جدا فارق او انت بتبقى عارف اصلا الراجل اللي جاي ده مرتب بقى انت وجايب ناس بتحلل وبتاع عارف الراجل ده بيلعب ازاي والطريقة دي اصلا تنسدني ولا لأ وعندي العيبة يعني فكرة الخطوط دي السؤال ده في المطلق لازم يبقى بيحصل بس هو ما بيحصلش حصل عندنا ولا ما حصلش معرفش بس في المطلق انا اقدر اكدلك انه لا ما بيحصلش ماشي انا اقدر اكدلك ان الموضوع هنا في مصر موضوع سي في ده الراجل ده درب مش عارف ايه ده مسك منتخب مين ده عمل ايه بس جدا بقى وينسدنا وينسدنا الفول القعدة اللي بيختار منها اخبارها ايه تناسب الافكار بتاعته يعني خلاني نتكلم لو انت هتجيب منتخب مصر بكرة جوار دي كلنا عارفين شكل الكرة جوار دي بالعب جميل هل انت عندك الامكانت وتناسب ده لا طب ده برضو اسم انت عارفه كويس وبتابعه كويس لكن لما جي اقول لك مثلا مصر جاتت تتعاقد مع اي حد من الفاتوى يعني هل الناس اللي قرروا يتعاقدوا مع الراجل ده سيبك من الجماهير والناس اللي بتتابع الناس اللي قرروا يتعاقدوا هل بيبقوا دارسين الراجل قوي وعارفين طريقة لعبه وعارفين حتى شخصيته عصبي مش عصبي في المؤتمرات غلس في البتاع بيتانشن يعني عارفين حاجات دي كلها لو كان ده حصل مع كارلوس كيروش ما ظنش كان انت حد الكرة اختلف معه في بداية مسيرته وتصرحته لبعض مباراة مجارية وتصرحته لقبل كأس الأمم لان دي طبيعة الراجل فكونك تيجي النهار تختلف معه يبقى انت عندك مشكلة أصلا انت مش عارفه تتعقدت مع واحد مش عارفه يعني دي نقطة إدارية بحتة ما كناش موفقين فيها ولكن ما ينفعش بعد كل عمر ده اجيك طلب كارلوس كيروش انت جيت مصر غير بقى طريقتك ولعب زي ما السوشيال ميديا بتاعتنا عايزة تلعب وللأسف الضغط ده البعض استجاب له وبعد مباراة نيجيريا جد وتكلم مع الراجل عشان يغير تصريحاته ويغير طريقته في الملعب مش عارف يدفع يهاجم بمين ويدفع بمين يعني ويلعب مين ويلعبش مين كتقصة كده ملهاش لازمة ولكن الراجل بخبرته قدر يتخطى المشهد ده